لو أني أعرف في عطري سحراً سيحرر أو تارك لجعلت العالم أزهاراً من حب ترويقي ثارك لو ينصح وجهي منديلاً قد يحمل حتى آثارك لحزت عطوري إن لمست ما صافح يوماً إذ فارك السلام عليكم ورحمة الله يسعد وقتكم يا رب إن شاء الله كلكم تكونوا بخير وصحة تكون جيدة بناء على طلب كتير من الأخوة والأخوات يلي سألوني على الخاص والي سألوني على العام حتى بالقناة وعلى الإيميل عن موضوع التحضير أو إنتاج البدي سبلاش اللي بنرش على الجسم معطر الجسم أو اللي سألوني عن البدي لوشن والأشياء اللي تنتج للأمانة هلأ أنا رح حاول إنه أعطيكم قدر المستطاع ولكن الإجتهاد كمان يعني بيرجع لقلكم كيف أنتوا تطوروا منتجاتكم بس قبل ما بلش بقصة كيف بدنا نعمل مرطب الجسم أو ملطف الجسم أو اللي بنرش على أو بنحط كريم على الجسم لازم نعرف تماماً إنه وضروري جداً يلي أغلب الأخوة ما بينبهوا عليها هاي إنه كل منتج يحوي الماء حتى لو كان ماء مقطر أو كان أكوى ووتر أو شو بتكون تسموه تسموه كل منتج يحوي على الماء رح يتعرض لوجود البكتيريا بداخله فكل المنتجات اللي تحوي على الماء من الشركات العالمية بضفولة المواد الحافظة من البكتيريا والعفن والخميرة يعني عفن الخميرة من الأنواع اللي مشهورة كتير بهذا المجتمع أكتر شي مشهور الجيرامبين الأوبتيفين اليوم رح نستعمل واحد منهم الأوبتيفين اندي والفينونيب هون من المواد الحافظة التي تستعمل للحفاظ على منتجك من نموء البكتيريا أو وجود البكتيريا أو التعفن أو الخميرة العفن إن شاء الله يا رب كون كيميائيا قادر أوصف لكم ياها بطريقة صحية هاي اللي عم أحكي لكم عنها فقلنا مجرد ما كان في ماء مقطر أو ماء عادي أو أكوا ووتر يعني المنتج معرض لوجود البكتيريا هون بالمرحلة الثانية رح يكون في عندي بإنتاج معطر الجسم في كحول رح يكون في ماء مقطر أو الأكوا ووتر والأكوا ووتر هو الأفضل لأنه بكون منزوع الشوارد المياه منزوع الشوارد ورح يكون في الإسانس العطري ورح يكون في عندي الأوبتيفين اللي هو يعني من المواد اللي حافظة مع نموء البكتيريا ورح يكون عندي البوليسوربات عشرين من ضمن المواد هادلولة ممكن حتى نضيف قليل من الديبروبينين كليكول هلأ هاي المحتويات التبعيتي فيه ناس تروح بتلجأ ضروري تنتبهوا لهذا الكلام لأنه كلام كتير كتير مهم وإن شاء الله يا ربي حتى لو كان الفيديو طويل يلي شايف الفيديو طويل وزهقان ما يكمل بالفيديو واللي شايف أنه بده يستفيد أو حاسس حاله ممكن يكون الفيديو مفيد لإله يكمل ويكفي لأنه أنا عم حاول أنه أعطي شيء يستفيد منه إذا الله راد وأنا مثلي مثلكون يعني عم بتعلم هلأ المواد يلي بيدوفوها مانعة للتأكسد انتبهوا مثل مثلا الروزماري رايسين أو حتى ممكن يستعملوا البزور الجريب فروت إذا بستعملوا هاي البزور أو الروزماري يعني من المنتجات الطبيعية اللي الناس بدي تكون منتجاتها طبيعية ما يعني إنه مانع الأكسدة هو مادة حافظة يعني إذا عم بتدوروا على مانع الأكسدة إنه هو يكون مادة حافظة فهو حتماً مانو مادة حافظة واللي عم يدور على منتجات تكون طبيعية مية بالمية ليستعمل مع الروزماري رايسين أو يستعمل مع البزور الجريب فروت فهي مانا مواد حافظة من البكتيريا أو من الخميط تعفن أو من خميرة العفن هاي بتمنى تكون هاي النقطة كتير واضحة مانع الأكسدة ما تستعملوا مع المنتجات اللي انتوا بدكن كمان تعتبروها إنه هي محفوظة من البكتيريا بالنسبة للمواد اللي راح استعملها راح استعمل دورق لحتى نحط فيه الخلطة ورح استعمل الأوبتيفين اللي هو مضاد للبكتيريا والخميء وتعفن والخميرة والإسانس أو دورق متل هاد الديبروبيليني جليكول البوليسوريبات 8080 أنا بفضل تستعمله العشرين أفضل عند الأكوا ووتر هي نفسها هاي الأكوا ووتر هون وفي عند الكحول وهذا اللي راح حط فيه المنتج النهائي والناس اللي بتحب تقيس بالميزان بدأ تاخد بالوزن أول اللي بدأ تقيس بالميلي فيها تاخد مثل هاده سيرنج أزاز ما أبرة وفيه كمان عندنا الألوان وعندي التستر إذا بدي شم الريحة بس هو ما بحاجة يعني أنا ما بحاجة إنه يعني أرجع شمه هلا وفيه كمان إذا حبينا ما بعرفين كيف راح تطلع التجربة فيه البي اتش اللي بيفحص البي اتش هؤل الأخوة يلي بدي شتغلوا بالصابون إنه ما بيحتاجوا لحتى يستعملوا معه الأنتي بكتيريا أو الأوبتيفين يلي مضاد للبكتيريا والتعفن إنه الصابون أوريدي بالمواد اللي عم يستعملوها فيه بيرفع لدرجة القلوية لبعتقد إنه أقل من سبعة فهذا بقدروا يفحصوا فيه البي اتش اللي موجودة بالمادة تبعيتهم أول مستحضر هلا على بركة الله راح نبلش راح ناخد نحن إياساتنا إذا شاء الله بالميلي فأنا راح روح هلا أول شي أنا حتى في من المنتجات اللي ساويتها ما استعملت فيها لنسبة كحول كتير كتير قليلة فرح حاول هلا إنه استعمل نسبة المي كبيرة شوي وبعدين نعدلها شوي بالكحول بس أول شي إذا بدي أخذ لحتى تعرفوا الإياسات هذا الإصنس العطري بأخذ منه إذا بتحبوه 2 ميلي بكفي 2 ميلي وشوفوا قديش بيكون الموضوع يعني سهل وبسيط هلا إذا أخذت أنا هون هيك على السيرنج هاي 2 ميلي شوف الكمية قديش قصيرة وموبايلة عميران هلا هيك على بركة الله بلشنا حطينا 2 ميلي إيسانس اللي يفضل إنه دغري نستعمل معه البولي سيربات ونخلطهم لتنين مع بعض بكمية كويسة فنحنا رح ناخد لكل ميلي استعملنا 3 أو 4 ميلي بولي سيربات 3 أو 4 ميلي يعني إذا بستعمل 2 جرام إيسانس رح استعمل معه تقريبا 8 جرام بولي سيربات هلا هيك رح أخذ هلا هون تقريبا 6 أو 8 هاي 8 مسلا خليها هلا هيك هاي ما رح كفيها يعني بكون أخذنا 6 هلا إذا نقصني برجع بضيف من هاي الاتنين اللي حطيتها هون طلع معي على السيرنج أكتر من يعني أكتر من 6 طلعوا 8 ما بدي حط 8 هلا حطينا 6 إلنا بعدين بناخد هذا وبنحركه كتير 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 منيح البولي سيربات مع الإسانس العطري أو الزيت العطري اللي استعملنا بنظل نحرك في يعني لحتى نحس إنه تقالفوا كلهم مع بعضهم بطريقة كويسة بعدين لحتى نيجي نضيف فوقه الأكوا ووتر ونشوف إنه بيعكر أو لا بس أنا إذا أراد رح حاول استعمال يعني الأكوا ووتر مو كوزن رح حاول أقدرها تقدير يعني بس أنتو رح تشوفوا إنه هذا تقريباً لتنين ميلي مع مع الستة بوليسوربات يمكن يعمل بحدود المية مية وخمسين ميلي رح نشوف شلون هلأ هاي عندي متين وارب وعشرين جرام ما رح أخذ بالجرام هلأ رح نضيف الووتر مي على الخلطة هلأ بالنسبة كمان لمقادير الأنتي باكتيريا اللي بكن تحطوها فيكن تحطو نسبة صفر خمسين أو صفر سبعين لكل مية ميلي ما تزيدوا أكتر من هيك هي معكم لواحد ونص بس أنا أتفضل إنه تبقوا على نفس تعيار يعني صفر خمسين لصفر خمس وسبعين أو سبعين بالنسبة للأنتي باكتيريا شايفين أنا هلأ ضفة المي شوفوا بالعادة المي مع الزيت العطري بيعكروا بس أنا لحد الآن ما عكر معي مع أنه مي إذا شايفين كله مي بس أنا لحتى يصير فيه فوحان وريحة رح ضيف عليا شوية كحول وانتو بالضبط فيكن تعملوا نفس الطريقة هلأ لحتى نشوف الخلط كيف هلأ صار مستحلب مبين إذا بتشوفوا هيك خليه بس لحتى يهدى شوي شايفين هلأ هو مستحلب هيك هلأ فين يضيف أنا عليه كمان شوية كحول كل ما ضفتله كحول كل ما رأى أكتر هلأ هاي تقريبا يعني ممكن عدة 200 ميلي فيني أرجع البوليسربات اللي كنت مخليه هون لتنين ميلي أرجع أخذه بنفس الطريقة هاي بنفس القالية هلأ بس نستنى شوي بعد التحريك رح ترقد المكونات تهدى شوي إذا نبين عليكم هيك أول بأول عم تهدى وترقد هون طبعا الوش ما رح يكون صافي لكن هون عالطرف إذا نزلنا هيك شوي الكاميرا بهالطريقة شوفنا ها عم تبلش تهدى وترقد شايفين اللون هلأ اذا بتحبوا كمان تضيفوا له شوية كحول مو غلط يعني كمان كل ما ضفنا كحول شوي كل ما رأى الخلطة أكتر أنا ما بفضل تضيفوا أكتر من هيك هلأ بدي إيجي على الانتيباك وحط له نصف ميلي هيك بكون صار عندي مكوّم فيني استعملوا بدي سبلاش طبعا من بعض الأخوة أنا متجربة يعني ما بعرف الأخوة الكيميائيين اللي بشتغلوا بموضوع المرطبات الشعر أو معطرات الشعر أنا بصراحة يعني إذا بدي استعملوا معطر للشعر ما بتهمني كتير التعكير طبعه فما بكتر كتير كحول أو الإيتانول يعني 96% ما بكتر له كتير لحتى ما ينشف الشعر فيني حط معه فيتامين إي لحتى يطول الشعر ويقوى وبحط له شوية ديبروبيلينيكليكول لحتى يعطيه رتوبة يعني كله مواضيع قائمة أنت باجتهادك أو باجتهادك ممكن تساويها كيف بيحلالك وبالنسبة للكريمات إن شاء الله بفيديو آخر بنحكي عم موضوع الكريمات هلأ هاي شايفين كيف طلعت نقية هلأ بدون عكار بدون شي لسه بس على الوش هلأ بتهدل حاله إذا بدي حطたلها شوفا درجة البي إي أشتبع بس هيك رح يضول فيديو كتير معنا بس أنا رح أجربها واخدها لاخليها عندي بهك حالة مثل ما قلت لكم معطلات الشعر بضيفوها فيتامين إي و بتقلل الكحول وبتحطوا شبية ديبروبيلينيكليكول وتقولوا الله ما تحطوا الليجليسرين لأنو الليجليسرين مع المي ما نميح أبدا الجليسارين والماء ما منيح هيك كان الفيديو تبعنا بس رح استنى أنا شوي بس لنشوف درجة القلوية تبع السائل تبعنا مثل ما ملاحظين يعني تقريبا نفس اللون هذا تبع السبعة ما عندي قلوية أكبر إذا شعر فين تقريبا نفس اللون هذا درجته سبعة يعني هاي درجة القلوية تبعيدي هلا بالنسبة للخلطة عفوا منكم نسيت تحطي لون فأنا رح أعطيها هيك كونه العطر رجالي رح أعطيها هيك لون أخضر خفيف هاي الألوان تبهوا كمان اللي عم يشتغل بقصة الألوان فيه ألوان محددة لا يشتغلوا فيها بالكوزماتيكس يعني مو كل الألوان بيمشي الحال أنه تستعملوها لتلوين منتشكن لا ممكن نضيف شوي تاني هيك ليعطيها لون أغمى ها هو أحطه شوي مع أزرق وخلص هيك بكون يعني ضفت لها اللون وكانت الخلطة تبعيتي والألوان إذا بدكن ومهتمين برجع بكتب لكم إياها ممكن أبعط لكم ويب سايت بتجيبوه مننا لكل الكوزماتيكس معترف فيها بأوروبا ومعترف فيها بكل العالم كألوان تضاف للخلطة تشوف أدش تصار اللون هيك ناقي ولطيف وهيك رب تكون دايما مرشوش عطوراتكم بالهانة وإيامكم كل سعادة بأمان الله